مراجع التاريخ وما قتلوه وما صلبوه طيب أرجع لورا شوية كده عشان ما نلغبطش الناس اسمعوني بالعقل حاولوا تسمعوا اللي أنا بقوله ده بالعقل أنا الله بيعامل كل واحد أنا دايما بقول الجملة دي وبحبها والله بيعامل كل واحد بطريقة اللي الواحد ده يفهم لأنه هو اللي عملني نتخيل كده كل أم بتتفرج على يد الوقتي عندها 3-4 عيال هي فاهمة أن كل واحد مختلف عن التاني وهي بس اللي بتعرف تعاملهم هي فاهمة أنه ده ممكن يتشخط فيه وده ممكن يتحايل وده دلوقتي ما تكلمهوش هي فاهمة فكم وكم بقى بالقدير العمل الإنسان نفسه هو فاهم إيه السجنال اللي يبعثها تأثر أنا بحب التفكير قوي بالعقل مش المشاعر يعني لما كان حد يتكلم معايا مثلا يقول لي إيه ده النبي محمد عمل وعمل وتجوز كنت ردي المنطق الوحيد وأنا مالي ربنا باعته وافق عليه وبالتالي أنا موافق عليه طول ما الله بالنسبة لي هو القدير القوي اللي ما فيهوش غلطة ما ليش دعوة باعت إيه كيفاء أنه اختار بني أدم أنا قبل بني أدم ده بس كون إن فيه غلطة في كلام الله يبقى حاجة من اتنين يا ده مش كلام الله يا الله فيه غلط والله الخالق ما فيهوش غلط يبقى الكلام ده مش كلام الله بالمنطق واحد يصد اتنين بس ده ما كانش ينفع يطلع كده مرة واحدة دي تربية العمر وهو ده اللي اتغرس ما عرفش غيره هو ده ديني إنه أثار شكوك معينة في داخلك أثار شكوك لما عرفت إنه فيه فرق مثلا 1500 سنة يس ولما عرفت إنه فيه احتمال ولو ضعيف جدا إنه الصليب ده موجود مش عشان الصليب عشان القرآن بيقول ما فيه الصليب لما تجيب لي دليل من بره من الحياة إنه فيه صليب بقى القرآن مش صح أو اللي كتبه ومس صح بما إنه كلام الله يعني كتبه الله مش مهمة بقى عن طريق مين اللي كتبه يعني كتبه الله كده هنقول إنه الله مس صح حاشا حاشا الله لا يقرب منه أي خطأ الكتاب ده فيه حاجة وبدأت من هنا بقى اشتركه